بسم الله الرحمن الرحيم تصميم وتطوير المنهج الرقمي تصميم وتطوير المنهج الرقمي تمر عملية تصميم وتطوير المناهج الرقمية وفقا لنموذج آدي بخمس مراحل رئيسية هي مرحلة التحليل تحديد وتحليل الأهداف المتعلمين والمحتوى التعليمي مرحلة التصميم تصميم اللوحات القصصية الخاصة بالوحدات مرحلة التطوير بناء الوحدات التعليمية مرحلة التنفيذ تطبيق المنهج الرقمي في صورته النهائية مرحلة التقويم لضمان جودة وتعديل الأخطاء واعتماده هذا هو نموذج التصميم العام يتكون من خمس مراحل التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق، والتقويم فريق تصميم وتطوير المنهج الرقمي فريق تصميم وتطوير المنهج الرقمي والذي يضم التالي مدير المشروع يعمل على تحديد احتياجات المشروع وتكوين فريق تصميم وتطوير المنهج الرقمي في الوقت المحدد ووفق الميذانية المخصصة ويتطلب أن يكون له خبرة في دارة المشروعات ولا سيما مشروعات تقنية المعلومات خبير المحتوى أو المادة العلمية يقوم باختيار المادة العلمية للمنهج أو كتابتها ومراجعتها للتأكد من صحة المحتوى واكتماله ويتحقق من تقطيته الجوانب المستهدفة وضع الأهداف التعليمية الأسئلة والاختبارات يتطلب خبير المحتوى خبرة كبيرة في مجال التخصص وبعض مهارات الحاسوب والإنترنت المصمم التعليمي يقوم بالعملية الأساسية للتصميم التعليمي مثل كتابة السيناريو التعليمي الذي يعتبر بمسابة المرجعية لباقي فريق العمل في إنتاج المنهج الرقمي يتم ذلك بالتعاون مع خبير المحتوى أي المادة العلمية والتواصل معه يتطلب أن يكون المصمم التعليمي متخصصا في تقنيات التعليم وله مهارة الكتابة الفنية مصمم الرسومات يعمل من خلال السيناريو التعليمي على بناء التصميم العام لشاشات المنهج الواجهة الرسومية والأزرار والخطوط والصور والرسومات التغذيخية والملفات الخاصة بالحركة ويستخدم في ذلك أدواته الخاصة ولمساته الفنية بما لا يخالف روحا للسيناريو يتطلب في مصمم الرسومات أن يكون متخصصا في الفنون الجميلة ومن محترفي الرسوم ولهه خبرة ومهارات في البرامج المستخدمة لتصميم الرسوم المختلفة مطور الوصاية المتعددة يقوم بإنشاء وبرمجة العناصر التفاعلية وعناصر المحاكاة التي قد توجد في المنهج التعليمي وفقا للمعلومات التي يستقيها من السيناريو التعليم يتطلب أن يكون متخصصا في الحاسوب وتقنية المعلومات وله خبرة ومهارات في بعض البرمجات الخاصة بتصميم الوصاية المتعددة مطور التعليم الإلكتروني يقوم بتجميع العناصر المختلفة من نصوص وصور وملفات حركة وملفات تفاعلية لإنشاء الوحدات التعليمية وبناء المنهج الرقمي وفقا لشيرة الموضوعات والسيناريو التعليمي يتطلب أن يكون متخصصا في الحاسوب وتقنية المعلومات وله خبرة في بعض أدوات ولقات البرمجة إضافة إلى ذلك معرفته بأنظمة إدارة بيئات التعلم الرقمية المختبرين يعملون على مراجعة المنهج واتشاف الأخطاء البرمجية واخطاء التشغيل الموجودة به وتقريرها لإصلاحها والمراجعة عليها مرة أخرى يكون متخصصين في الحاسوب تقنية المعلومات إضافة إلى خبرة ومهارات في اختبار البرامج ومتابعة مسار الأخطاء وإصلاحها والاستعانة بمطق البيانات معلق صوتي ومدقق لقوي مراحل تصميم وتطوير المنهج الرقمي مرحلة التحليل تحليل احتياجات المتعلمين التعليمية تحليل الأهداف التعليمية تحليل ومراجعة المنهج التعليمي في نهاية هذه المرحلة وضع خطة مبدئية لإنجاز المهام القادمة مرحلة التصميم تحديد مواصفات المنهج الرقمي المطلوب تحديد الهداف التعليمية وتنظيم المحتوى وتحديد الأنشطة التعليمية المناسبة تحديد استراتيجيات تقويم وقياس فعالية التعليم تحديد الاستراتيجية العامة للمنهج تعليم خاص تدريبة وممارسة أو ألعاب محاكا مرحلة التطوير التعليمية التي ستستخدم في المنهج الرقمي كتابة اللوحات القصصية السيناريو التفصيلية لحلالة التعليمية توزيع ملفات السيناريو على فريق العمل يقوم كل عضو أو تخصص بإنتاج المطلوب منه وفقا لمعلومات السيناريو مرحلة التنفيذ يتم بناء المنهج الرقمي حسب المواصفات المحددة في مرحلة التصميم اعتمادا على مخرجات مرحلة التطوير يتم بناء المنهج باستخدام نظام إدارة المحتوى CMS إخراجه في صورة معايير SCORM أو حسب المواصفات المطلوبة مرحلة التقويم يقوم المختبرون بتقويم واختبار المنهج الرقمي بعدة طرق وفي عدة مراحل للتأكد من خلوه من أخطار التشغيل خلال اختبار المنهج داخليا اختبار ألفا يتم إجراء التعديلات المناسبة في ضو نتيجة هذا التقويم يتم اختبار المنهج الرقمي اختبارا حقليا بيتا من قبل المستخدمين وإجراء التعديلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر